بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية الصحرة في اللبنام. سواء رؤية الساحر او رؤية السحرة. اولا رؤية الصحرة في اللبنام من الرموز اللي بتدل على وجود شر او وجود ازى محيط بالرائف عليه انه ينتبه. اه كمان من الرموز اللي بتدل على كسرة الفتن. اه من الرموز برضو اللي بتدل على وجود اه شخص محيط بالرأي. الشخص ده بيحمل لي اه مشاعر كره ومشاعر حجد. اه رؤية الساحرة في المنام ده برضو اه من الرموز اللي بتدل على وجود اه شخص جاذب وشخص غير صالح وشخص تفاسق اه في حياة الرأي. اه برضو من الرموز اللي اه بتدل على وجود شخص الشخص ده بيتعي العلم وبيتعي الخلق لكن هو اه عكس اه كده. اه كمان وجود شخص بيحاول يضل الرأي سواء بيضلله في دنيته اه كمان الصحرة في المنام من الرموز اللي بتدل على ان الشخص محاط بفتن فعليه انه يستغفر وعليه انه يحضر من الفتن. اه لما يشوف الرأي ساحر او صاحرة بتعمل سحر الشخص تاني في المنام احيانا بيدل على مكانة هيحصل عليها الرأي احيانا بيدل على آآ الصفر والصفر ده هيعود بآآ منفع سواء بمال او بآآ مكانة. آآ كمان رؤية الصحرة في المنام من الرموز اللي بيدل على وجود شخص هدفه في الحياة هو تتمير حياة الرأي ومحاولة آآ يعني آآ آآ الحاق الازى او الضرر آآ به. آآ لما يشوف الشخص انه بيدرب آآ الساحر ده او الصحرة دول سواء ساحر او صحرة فمعنى كده انه هيتخطى صعاب او هيتخطى عقبات كانت موجودة آآ في آآ حياته آآ برضو من الرموز رؤية الساحرة احيان بدل على وجود فتاة سيئة الخلق موجودة في حياة الانرائي. لما يشوف انه بيدرب بيدرب الساحرة فمعنى كده انه هيتخلص منها او هيدردها من آآ حياته. آآ كمان رؤية الصحرة في المنام مشوف انه هو آآ بيحاول آآ انه يهرب آآ منهم فاحياناً بيدل على ان الشخص ده كان ماشي في طريق يعني السوق او كان بي آآ بيعمل معاصي او بيرتكب آآ زنوب. لما يشوف انه قدر انه آآ يهرب من الصحرة دول فمعنى كده انه هي آآ بشارة ليه بالتوبة وبشارة لي آآ بيه الهدايا. آآ كمان الهروب من الصحرة من الرموز برضو اللي بتدل على اعمال خير هو آآ بيعملها وهيتجنب آآ افعال او هيتكنب آآ سلوك سيء كان آآ بيعمله. موت الصحرة في المنام سواء موت ساحر او موت ساحرة فده من الرموز اللي بتدل على نصر ليه الرائي على آآ 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 كمان موت الساحر في المنام آآ برضو من الرموز اللي بتدل على عودة شخص كان غايب او شخص كان بعيد عن عن الرأي. آآ موت الساحر من الرموز اللي بتدل على آآ خروج شخص مزمون آآ وبشارة ليه بانه هينال حريته. لو كان فيه شخص آآ يعني آآ مريض فمن الرموز اللي بتبشره بالشفاء. كمان موت الصحرة في المنام بشارة بالزواج والزواج لشخص اعزاء والزواج من شخص آآ على خلق. موت الساحرة كمان من الرموز اللي بتدل على خلاص من هموم. وحل مشاكل كان بيمر آآ بيها الرأي. آآ كمان لو كان عنده آآ ديون او عنده ازمات آآ مالية فبرضو من الرأي اللي بتدل على سداد ديونه وخروجه من آآ ازمة مالية. آآ برضو من الرموز اللي بتدل على سعادة يمكن بعد تعب او بعد آآ مشاكل كان الرأي بيمر آآ بيها. آآ كمان روية الشخص انه آآ فرحان وسعيد بان في آآ سحر بيتعامل آآ من الرؤى برضو اللي آآ للأسف بتدل على ان الشخص آآ ماشي في آآ طريق آآ شوية آآ ضلالة او آآ طريق آآ في آآ حرمونية او في بدع او آآ في آآ فتن. آآ كمان رؤية الناس ان هي بتقوم بأعمال سحر في المنام لو كان الشخص آآ تاجر فمن الرموز اللي بتدل على ربح هيحصل عليه آآ لو كان الشخص مريض فده شفاء آآ كمان من الرموز اللي بتدل على الفرج. آآ برضو رؤية الكاهن او الساحر او العراف آآ في المنام آآ من الرؤى اللي احيان بتدل على كشف سر او كشف آآ اسرار لي آآ ناس. آآ الساحر برضو او الساحرة للمرأة المتزوجة احيان بتدل على خلافات آآ زوجية وممكن الخلافات دي تؤدي للفراء لقدر الله. آآ كمان رؤية الساحرة العجوزة في المنام ما نشوف امرأة آآ عجوزة وي ساحرة فاحيان بتدل على ظلم وظلم آآ من عدو. آآ كمان المرأة العجوزة آآ كمان بتدل على آآ آآ مكر وعلى خبز. آآ رؤية الساحرة العجوزة من الرموز اللي بتدل على فترة صعبة هيمر بها آآ فيها ازمات. اه رؤية العجوزة الساحرة كمان كبيحة الشكل فمن الرموز اللي بتدل على آآ فتن آآ على ازمات على مصائد ممكن يمر بيها الرأي. آآ رؤية مجموعة من الساحرات يعني العجائز آآ احيانا بيطل على احباط آآ ممكن آآ يحصل ليه الرأي وممكن يكون الاحباط ده في مجال آآ عمله. آآ هتسبب هيسبب الاحباط ده هتسبب يأسه او هتسبب خيبة امل آآ ليه. عما يشوف الانرأي آآ آآ ان فيه شخص آآ مسحور في المنام فاحيان بيطل على فساد آآ اخلاق الشخص ده سواء آآ من الناحية الدينية او آآ يعني بشكل عام في حياته آآ بشكل عام. آآ كمان رؤية الساحرة في المنام احيانا بيطل على اوهام وعلى خرافات آآ ممكن يصاب بيها الرأي. آآ كمان الساحرة آآ لما يشوف الشخص الساحرة آآ لما يشوف ان هو بقى ساحر او بقى كاهن في المنام فده علوه شأنني وكمان مكانه هو هيحصل آآ عليها. آآ كمان رؤية الساحرة او رؤية الكاهن من الرموز اللي بيطل على وجوه الرأي في آآ فتنة او في جهل او في حيرة او في تعب وهتستمر معايا الفترة آآ طويلة. آآ كمان آآ آآ لما نشوف الساحرة وفي المنام احيانا بيدل على صعوبة في شيء احنا بنتمناه او في وصولنا لشيء احنا آآ بنتمناه. ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الساحرة وفي المنام سواء ساحرة او ساحر. بتمنى ان يكون اللي فيديو عايبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. انا ان شاء الله اعرض عليكم. واشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو بديد. مع السلام.